فاكرين من كام يوم الحكاية بتاعة محمد حسن وهدف محمد حسن اللي جي في الاهلي طب هدف صحيح هدف خاطئ وكان أحمد كابتل أحمد العجوز مدير الكرة في الاسمالي كان دخل معانا وقال انه اللاعب قال له انه الكرة لمست ايده وبالتالي هي الكرة مش جول ومحمد حسن كان حديث العالم مش مصر العالم كل الناس بتتكلم على الكرة بتاعة محمد حسن مو محمد حسن ومعايا أحمد محسن اتنين لعيبة محترمين بالمناسبة وما اتنين لعيبة فعلا محترمين يعني جدا الاثنين سابوا معسكر الفريق قبل مباراة الداخلية وراحوا رجعوا خرجوا من المعسكر ورجعوا متأخر متأخر في وقت الاسماعيلي في ظروف في منتهى السوق في منتهى السوق انا عايز فلا انا قد رجعوا ساعة سبعة الصبح مرجعوش متأخر رجعوا الساعة سبعة الصبح دي بتبقى رجعوا متأخر رجعوا الساعة سبعة الصبح رجعوا رجعوا الساعة سبعة الصبح رجعوا الساعة سبعة الصبح ده متأخر اوي غير لما تبقى بتسحى الساعة سبعة الصبح تبقى بتسحى مدري اوي المهم الناس دي للأسف يعني لا راعة ظروف الاسماعيلي ولا راعة حل الاسماعيلي ولا راعة اللي فيه جمهي الاسماعيلي ولا راعة الوضع السيء في جدول ترتيب الدوري للنادي الاسماعيلي وراحوا ورجعوا الساعة 7 الصبح وبالتالي كابتان احمل عجوز مدير الكرة في النادي الاسماعيلي خصم من كل واحد فيهم 100 ألف جنيه 100 ألف جنيه طبعا تم استبعاد محمد حسن واحمد محسن عشان تركوا المعسكر وعملوا الحركة اللي عملوها دي ورجعوا متأخر مش مفهم أنا فيه حاجات كده مفهماش مع كامل اللي احتراموا ليهم والله والاتنين باحترامهم جدا بس يعني الوضع صعب الوضع صعب مش مستحمل شكرا